هو ايه اللي حصل ده؟ نيره اشرف جديدة في جامعة الزأزيق بالشرقية طالب طب بيطعم زملته جوه جامعة الزأزيق بالشرقية عشان رفضت ان ترتبط بيه يا نهرب يا ده ضايع نفسه وضيحها يا لقل جراله كابري همك مع احمد مطاوع القاهرة 24 من نزل الخبر وبتقولك ان طالب طعم زملته داخل جامعة الزأزيق بالشرقية عشان رفضت ترتبط بيه وبيقولك ان الطالب اقدم على عيناء حياة زملته داخل الجامعة وفاشل ان تخلص منها يعني خلص منها فين يعني ما هو داخل الجامعة هتقفش هتقفش يعني بيقولك من الطالبة الضحية تلقت تعنات في جسدها وتم نقلها في حالة خطرة اللي مساش فوقها الضحية اللي اطعنت دي اسمها مريم والمتهم اللي ضربها او زملها يعني ضربها اسم محمد حامد والمشاورة بيقولك حدثت اللي رفضها الارتباط بيه يعني مرضيش ترتبط بيه راح غزاها ويقولك ان في مصدر من الجامعة اكد المعلومة دي واكد صحة الواقع والامن كمان نجح ان هو يقبض عليه قبل ما يهرب هو فيها يا سيدي مرضيش ترتبط بيه هترتبط بيه هترتبط بيه بالعافية دي الحاجة اللي وحيدة اللي لازم تكون بالرضا انت بتكلمه في ايه يا جرعي هاله هرشت منها ولا ايه وبعدين انت طالب طب يعني مش ماشي واحد جاهل مثلا ولا واحد كده طالب طب اللي شايف الواقع او سمع عنها من زمائلها او من زمائل وياريت يقول لنا في كومنت حصل ايه او يعني معلومة جديدة عن الموضوع بنات تخلي بالها لو قالك ارتبط بيك يقولوله ماشي وسيري في الكلام واكي يخلع منه يعني هيتعاني ولا لو واحدة تعرضت الحاجة شبه كده قول لنا يا سيدي اتصرفت ازاي عشان البنات تعمل زيك وهي كمان متعرضش اللي حصل ده